كابتن محمد احنا رايحين دلوقتي للاجازة وبعد الاجازة هترجع هنبدأ بمديامة في دوري ابطال افريقيا ثم هنلعب في الدوري العام المصري ثم ينجي افريكانز في تاني المباريات في تنزانيا ثم ترجع تلعب مباراة لتاكل ده خلال برضو 3 في 14 يوم ثم بعد المباراة التانية في الدوري العام المصري هترجع تسافر بعدها ب3 يام على ما اتذكر لكاس العالم للاندية وعلى حسب نتائجك في كاس العالم للاندية هتسافر ممكن من هناك لو وصلت للدور قبل النهاية والنهاية هتوصل تطلع من هناك على الامارات عشان بطولة السوبر اللي برضو هتبقى في خلال 5-6 يام وبالتالي ضغطة كبيرة جدا جدا حتى نهاية ديسمبر دي حاجة نظرك في ظل هذا السكواد اللي حضرك متفائل بيه وشاف ان هو ما قليش يستطيع ندلقالي ان هو يعدي الفترة الصعبة اللي جاية دي يستطيع يستطيع شرط تكملة الفترة السابقة واللي جاية دي اللي جاية دي ازاي يعني انت النهاردة بنتكلم على التدوير اهو وبنتكلم على اعطاء فرص بس خلي بالك هناك برضو ممنع او هناك برضو البعض برضو يقولك لا جماعة برضو كتير قوي ان انت تدور لا انا انا التاني هعايز ايأكد لك على حالة الراجل قدامه عدد ما تشاط الراجل الراجل لما بيقعد يشتغل ما بيشتغلش يقولك انا عندي الجونة بعد بكرة او الجونة بعد 3 ايام او لا بيبقى عنده سكاديو الكامل اه خريطة تواريخ بيشوف انا هلعب مباريات ايه عندي هرجع بعد التوقف هلعب هنا وبعدين هسافر وبعدين افريقيا وبعدين دوري وبعدين اطلع بطولة كاس عالم اندية وهكذا لازم اللي يشيل كامل مباريات دي عدد من اللعيبة لازم اجهزه ولازم اللعيبة دي عندها حسية المتشاط فعشان كده هو الفترة اللي جاية دي مطالب ان هو يدي يجهز اللعيبة كلها اللي راجع من الاصابات زي كريم فؤاد وخدم في المتشاط عدد دقايق لكن محتاج لسه شغلة اكتر مودست مثلا واحد من الناس محتاج شغلة اكتر وهكذا عشان الفترة اللي جاية واكرم طبعا عشان الفترة اللي جاية لما هيخش على المتشاط بالكسافة اللي انت بتقولها دي وارد جدا يعمل تدوير بمزاجه او بقراطه وارد جدا يعمل تغيير غزبا عنه لقد الله اصابات لقد الله حد مش فايق انذرات اجهاد فيه حاجات كتيرة جدا تخليه يلجأ لانه هو يغير يعني انت حاج تقصد ان هنا هو متشاط متشاط ما تتحلش فدي اضطر يدفع بناس في البدلاء معاي عشان يحلوا المتشاط ما خلي بالك اصلا الاهلي مش هيبقى النتيجة ماشية سفر سفر وهو راضي الاهلي عنده هدف واحد ازاي يكسب المبرارة المدير الفن اللي واقف على الخط بيدير النادي الاهلي بيبقى هدفه ان يحل يعني السفر سفر دي مش حل بالنسبة لي مع ان هو مع فرق اخرى او مثلا مع عندها اخرى بيبقى ده حل حلو او خلينا سفر جدا تمام او انا كسبان واحد لو دخل فيها جون يبقى واحد واحد وطلعت بالمتش خلاص لا بس الاهلي مش كده الاهلي لازم تطلع فايز ففي مباراة لو اتأخر فيها ديها ستين خمسة وستين هعمل ليه طبو سفر سفر ده بالنسبة لي خسارة ده بالنسبة لي مش حل لازم حل المباراة دي فبالتالي يبدأ يدفع بايه بالناس فلازم الناس اللي دخلها دي لازم تصنع الفارق وبالتالي لازم تبقى جاهزة